النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والانتاج الحربي والمالية وقطاع الاعمال العام والنقل والتجارة والصناعة رئيس الهيئة العربية للتصنيع ايضا كان حاضر ورئيس هيئة الرقابة الادارية الاجتماع لتناول الاستراتيجية الخاصة بتوطين صناعة المركبات والصناعات المغزية للمركبات في مصر على اختلاف انواع هذه المركبات كمان تم تركيز على مجموعة من المحاول رحية في هذه الاستراتيجية المهمة لتوطين هذه الصناعة في مصر سواء السياسات المطلوبة لها البنية التشريعية المطلوبة لها حتى البنية الاساسية اللازمة لهذه المشروعات الحوافز الستثمرية الممكن تقدم للمستثمرين في هذه الصناعات المهمة وكمان تحفيز الطلب على المركبات خصوصا الكهربائية وبرضو والهاجين اللي بتعمل بالغاز الطبيعي كمان الرئيس سوجه بالشروع في اطلاق الاستراتيجية وده في اطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية 20-30 وبالتأكيد ابعدها التنموية والاقتصادية كمان كان في اجتماع اخر لسيد رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خلد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاستعراض المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي وقطاع البحث العلمي في مصر وكمان الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي زي انشاء الجامعات الجديدة الجامعات الاهلية لو فيه جامعات حكومية جديدة فروع الجامعات الدولية اللي بتنشأ في مصر الجامعات التكنولوجية اللي بتنشأ في عدد من المحافظات وكمان تطوير البنية المعلوماتية اللازمة لهذه الجامعات والجامعات المصرية القائمة بالفعل عشان تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية في هذا الإطار الرئيس وجه خلال هذا الاجتماع بينشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في المزيد من المحافظات على مستوى الجمهورية ده بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للجامعات التكنولوجية الحقيقة سواء من حيث القيمة العلمية اللي بتضيفها ليه الخريج أو احتياجات السوق لهذه النوعية من الخريجين اللي عندهم النوهاو أو التعامل التكنولوجي أو التأهيل التكنولوجي اللي هيتخرجوا إن شاء الله من الجامعات التكنولوجية